بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المدرج وعن القسم الأول منه مدرج الإسناد وفي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سنتحدث عن مدرج المتن فنقول في تعريفه ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل ومدرج المتن يقسم إلى ثلاثة أقسام وهي أن يكون الإدراج في أول الحديث وهو قليل أن يكون الإدراج في وسط الحديث وهو أقل من الأول والقسم الثالث أن يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الغالب أمثلة على هذه الأقسام الثلاثة نتعرف عليها فيما يلي بإذن الله المثال الأول على القسم الأول وهو لوقوع الإدراج في أول حديث سبب هذا الإدراج أو وقوع مثل هذا الإدراج أن الراوي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم السامع أن الكل حديث مثل ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بين ذلك في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار فإذا تبين معنى من هذه الرواية رواية البخاري أن جملة أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء هي من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب وهما أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم كرواية آدم يقصد بدون جملة أسبغ الوضوء المثال الثاني على وقوع الإدراج في وسط الحديث ومثاله الحديث المشهور حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وكلمة التعبد هذه هي المدرجة كلمة التعبد هذه هي المدرجة وهي من كلام الزهري راوي الحديث مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لو لا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لو لا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك فقوله والذي نفسي بيده إلى آخر الكلام هي من كلام أبي هريرة مدرج من كلام أبي هريرة لأنه يستحيل أن يصدر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها نتكلم الآن عن دواعي الإدراج وللإدراج دواع متعددة أشهرها ما يلي أولا بيان حكم شرعي ثانيا استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث ثالثا شرح لفظ غريب في الحديث كيف نكتشف الإدراج أو كيف يدرك الإدراج يتم ذلك بأمور منها أولا أولا ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى ثانيا التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين ثالثا إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام رابعا استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أما بالنسبة لحكم الإدراج فبإجماع العلماء أن الإدراج حرام ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع ولذلك فعله الزهري وغيره من الآئمة أشهر المصنفات في المدرج كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي وكتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم